مراد رياض من الجزائر أنا اليوم بصدد الحديث عن موضوع إدراج الدين ضمن المنهج التربوية أنا وبكل صراحة ضد إدراج الدين ضمن المنهج التربوية والدليل على ذلك أن الدين هو حرية شخصية ولكل شخص ولكل فرض حرية اعتناق أي دين يعني الدين بصفة عامة ناهجة عن الإسلام أو المسيحية أو أي دين آخر كذلك يمكن القول أن الدين نستطيع أن نعبر عن مناهج كثيرة منها النموذج الأوروبي الذين يتبنون لهم مجموعة من الأديان لكن لا يتبنون الدين ضمن المنهج التربوية